موسيقى شركة اونر اصدرت اربع مبالات في مصر يجب أن نعرف vous واعلمين ولكن هنا في الفيديو كما يتحدث عن بتركيز تركي sal Ask اصنيع الانر ناين لايت خمات مختلفة التمامة عن معظم اجهزة هواوي اللي احنا اسمعنا عنها بلا كده وكمان الاسعار هنا برضو احسن كتير في اونر عشان هامل الكامير عن نفس المعالج الموجود في الميتان لايت وفي البيتوانتي لايت اللي بقى اسعاره متطراقه من خمسة وستهلاف موجوده هنا في موبايل بتاعة تلاف ستمسة وستينجا طيب بعيدا بقى عن شركة هواوي شركة اونر خليها نعمل ريفيو تفصيلية للشيء الجميل الانر ناين لايت بيجيب شاشة بالابعاد الجديدة 18 الى 9 شاشة فول ايتش دي بلس 2160 في الف وتمانية حجم الشاشة هنا خمسة فصلة 65 بوصة وكسافة البيكسلات هي الاعلى في الانر ناين لايت عن معظم مباراة موجودة في اتسارة احنا بتكلم هنا عن كسافة البيكسلات ربعمية تمانية وعشرين بيكسل لكل بوصة الانر ناين لايت مثلا دي قرب لنفس كسافة البيكسلات الف الايفون اكس مثلا اللي هو ربعمية وخمسين بيكسل في كل بوصة ولكن طبعا نوع الشاشة مختلف هنا ولد وهنا LCD عادية فالمهم يعني في الاخر الشاشة هنا حلوة وكسافة البيكسلات عادتها تعتبر اعلى من المتوسط الموجود في الفئة فيه لونين الموبايل اللون الاسود واللون الازرق وبصراحة انا مش شايف في اي اسهاب انك تروح تشتري اللون الاسود للموبايل اللون الازرق بتاع الانر ناين لايت يا جماعة حاجة غريبة حاجة حلوة كتير حاجة حلوة جدا احنا مش قادر ماحبش اللون ده وكان بالاضافة ان الظهر بس مش هو الازرق الحواف كمان زرقة والوش بتاع الموبايل ازرق في معظم الوقت اللي بنشوفها كان مجرد الظهر والحواف بتبقى سودة والوش بقى سود ولكن هنا اللون الازرق ده لون حوالين الموبايل من كل حتة وبصراحة اللون ده مبهر بطريقة رهيبة هو اه هيبصم اي شاكل وحش جدا بعد اول ثلاث سوات ان تمسك نوبايل فيه ولكن ملمس الازاز في ايدك حاجة خرافية الحواف بتاع النوبايل مصنوعة من الالومينم والزرار من المعدن وجهة الجهاز مصنوعة من الازاز وتقريبا ده اقوى حاجة انا قادر لانا اقول لك روح اشتري اللون الان لايت عشان حاجم الشاشة اعتبره سخارة النسبية الى 5.7 بوصة بس فول اتش دي بلاس وخامات التصنيع بتاعت النوبايل حاجة مش موجودة فئة سعره تماما اقل فئة سعر حاجة زي كده ممكن تكون مثلا في 8-9000 جنيه في الـ A8 مثلا بس بما انه ازاز فخلي بالك من كام حاجة واولا البصمات هتبصم في الموبايل من اول ثانية هتمسك في موبايل ده حاجة عادية التانية حاجة الموبايل بيضاف لك جامع جدا ممكن يقع ودي الحاجة ورده لازم تخلي بالك منها وثالث حاجة ببقى انه ازاز فهيجرح اسرع من المعدن او يجرح اسرع من الموالد التانية الموجودة في ظهر الموبايل على ما انصح جدا اول ما تمسك الموبايل ده اه تمسكه كلا وتلعب به شوية في البيت بعد كده تحط عليه كفر بيجو عيبة الموبايل عشان فعلا لازم تخاف على البتاع ده عشان هو حرام يبوز من اول مرة تمسكه يعني الزوين الموبايل ممتاز ولكن برضو الممتاز في الموبايل لا ان هو بيجي بكاميرتين من الخلف وكاميرتين من الامام الكاميرتين خلفيتين كاميرا 13 ميجا بيكسل فعلا عدسة F 2.2 كاميرا تانية ثونائية 2 ميجا بيكسل بتساعد انك تاخد البوكا افاكت او العزل عن الخلفية لك مفيش الحاجات دي هو مجارب معمولة عشان تاخد البوكا افاكت ماشي كاميرتين في ظهر الموبايل وجنبيه والمايكروفون والفلاش التوليفة جنب بعض على اللون الازرق اللي بيلمع من ظهر الموبايل ديزاين جامد جدا انا برغي كتير في الدزاين خلينا اذهب للصور الصور اللي بتطلب من الصور حلوة جدا وعتعبات جدا وكان عندي شوية مشاكل في البوكا افاكت باني بلاحظ مثلا فيه زي خط زيادة كده بيتاخد جنبي بيش بيتعزل وبعض المشاكل عامة في البوكا افاكت اللي هي بيكون اكيرت وشدورة تحددة لكن تقريبا بعد استخدام الوال ده اسبوعين جالي صوفتور اوبديت حسن جدا اداء الكاميرا والبوكا افاكت تقريبا ما بتغلطش دي بقى الوان الصور في خلال اداء العالية الوان حلوة مش ممتازة طبعا زي مثلا حاجة زي الايفون مثلا ولا اي موبايل تاني ولكن حلوة جدا ميزة العزلة من الخلفية هانا بتشتغل بطريقتين الطريقة اولاية وهي البورتري مود او مرأة صحة اللي بتستخدم لعزل البني ادمين عن الخلفية الطريق دي بيكون معمولة اكتر اللي هي تعرف ان فيه مثلا شعر ودن للبني ادم فلما تيجي تحدد الادجز بتاعتوشه وتحددها مظبوطة اكتر عن الطريقة التانية هلنكلم عليك والطريقة التانية اللي اخذ الصور المعزول عن الخلفية بس للاشياء مش للبني ادمين هو الوايد ادمين ووضعية الوايد ابلش بتاعتها تختار من اول اف صفر فاصلة تسعة خمسة لحد فاشل عدسة اف ستاشة انا كنت اعمل غلطة غابية جدا في بداية استخدام الوال ده بان كل الصور كنت بصور بالكاميرا خلفية بني ادمين او اشياء كنت بصورهم بالوايد ابلش اللي كنت بعمل بتاعي على اف مثلا او اف فان بوينت ايد او اف فالصور المعظمة للاشياء بتطلع مصبوطة وحلوة جدا بس للبني ادمين بيطلع دايما فيها غلطات او الوش مش بيطلع الوان كويسة او مش حلوة زي امنا كنت مطورة وبصراحة الملوم ان اشيكة اونر بانها محطتش في الصوفتوار اي حاجة تنبيها كتقول لك البرتري موت ده معمول للبني ادمين والوايد ابلش ده معمول للاشياء اه انا مفروض اكون عارف ان البرتري ده معناه بني ادم بس انا مكنتش عارف كده يعني فبارد مفروض يقول لنا المشكلة دي مش هتقابلنا اوي في الكاميرا امية كاميرا 13 م مجافيكسل ومعها كاميرا اضافية اتنين مجافيكسل برضو زي الكاميرات اللي وراء ولكن فقط اتعاد سبطة الكاميرا امية F2.0 بدل كاميرات F2.2 في الكاميرا خلفها هنا طبعا انت عندك شوية ابلش عشان انت مش هتصور ابلشيكتز بالكاميرا امية انت عندك هنا البرتري مود العزل من خلفها في الكاميرا امية والبرتري مود هنا يا جماعة بيشتغل حلو جدا كان عندي مشكلة بس وان الوان الصور الصبح مش بتبقى مرضية اوي زي ما كنت متخيل كان نفسي الوان تبقى اح شوية ولكن الوان الصور احسن كتير قوي من موبايلات تانية مثلا زي الشاومي رادمي نوت 5 وعلى ذكر شاومي رادمي نوت 5 الموبايل ده يا جماعة لو ما كانتش موجود كنت قدر قولك بكل سهولة كاميرات ال R9 دي احسن كاميرا في الفئة بكل سهولة ولكن هنا يا جماعة في موبايل منافس بقوة وفي مكاردة تعب من الموبايلين في الكاميرات وفي الاداء وفي الديزاين وفي كل حاجة فتركبوا المكاردة دي وتأكدوا اشار في قناة عشان مفتوش مكاردة دي عشان مكاردة دي ف اخرى حاجة عن الكاميرات الامامية ان الكاميرات الامامية كان محطوطين بشكل حلو جدا كده في اعلى الموبايل وجنبيهم السماعات اير بيس متفونة كده جوا وجنبيهم المستشعر اللي مش عارف اسمه ايه ده جماعة شكل الديزاين من الامام حاجة جميلة جدا 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 وكمان من الخلف تحت الكاميرات الخلفية في البصمة المدورة المتفونة كده وفيه زي اتش حواليها بيعرفها فيها فين بصراحة يا جماعة على بعض ده رغي كتير قوي ولكن بجد بجد انزاينر اونر ناين لايت هيخطف انظارك من اول مرة هتحط ايدك عليه وتمسكه وتلمسه وتحط اصبعك على البصمة كده وتحس احساس الموبايل فعلا هيعجبك ومبقى ان انا جبنا سيرة البصمة فالبصمة هنا بتشتغل او مش سريعة مثلا زي الميتن لايت او الاوبو اف 5 او الاف 7 ولكن في نفس الوقت اللي هي مش بطيئة خالص فانت ما ينفعش تفتح موبايل ده بالبصمة وايه وعد تستخدم بصمة لا البصمة صورتها متوسط اه بتدوس بتستنى تقريبا نص سانية سانية كده عدد كانوا والبي بس لو انت مش من هوات البصمة فبقى ان اونر ده شركة تابعة الهواوي وهواوي بتعمل سوفتوير اسمه ايموشن يو اي ومن ضمن ميزات الايموشن يو اي هي بصمة الويش او الفيس انلاك فالوانا ناين لايت فيه الفيس انلاك اللي بيشتغل في كل انواع الاضافة حتى لو ده مضل ما تماما فيش اي نور غير بريتنس الموبايل الشاشة الموبايل نفسها اللي بنا وراك الموبايل اللي برضو بيفتح اه بياخد وقت اطول شوية مثلا ثانيتين ثلاث ثوانية عشان البصمة تفتح ولكن بتفتح في معظم انواع الاضافة السوفتوير المستخدم هنا هو اندرويد 8.0 وعليه الاموشن يو اي اللي هو من ضمن ميزاته الفيس انلاك ولكن برضو فيه ميزات تانية مثلا زي الاب توين بان اكتر تعمل اثنين ابليكيشنز من السوشيال ميديا مثلا اثنين واتساب رقمين مختلفين واثنين فيسبوك ميزة السمارت ريزولوشن بان انواع يقدر يختار لوحده سواء هيكون الشاشة دي اتش دي بلاص او فول اتش دي بلاص عشان يوفر بطارية على حسب ان انت تفرج عليه سواء صور مثلا في خليها ريزول اقل عشان هو اللي يبقى اسرع وبطارية تفضل وقتها حركة الاتصابعة لتحت على الشاشة فتاخد سكرينشوت او تدوس دي ستين على موبايل فالشاشة تفتح او دي ستين كمان فالشاشة تقف كل دي فيتشيرز ممتازة جدا وانت فقا هتستخدمها كل يوم وهتحتاجها في الوقت اللي انت تدوس دي ستين على الشاشة تاخد سكرينشوت كل حاجاتي حلوة جدا ولكن في نفس الوقت الشكل الاموشن يو اي نفسه الايكونات بتاعته دي مش شوية ما تحساش مثلا اندرويد 8 تحساش بس اندرويد 6 ولا 7 بس بما ان ده اندرويد فقا احلى حاجة فيه اللي انا اول ما مسكت الموبايل ده نزلت عليه الاي في لونشر اللي اللي هم استخدمه وغيرت الايكونات للفيكسل الايكونات والموبايل ساعدتها بقى الاويني تاك ستايل موبايل وبحبه جدا ومستخدمه مساعدتها بالشكل الجديد بتاعه ولكن الموبايل برضو فضل فيه بعض الايكونات القديمة شوية فمسلا في السيتينجز اننا مش هنفع تغير الثيم بتاع السيتينجز لثيم مختلف كل دي ازواج ممكن من الناس ت بتحبها وغيرتها او مسكت الموبايل بما ان المعالج هنا هو الكارين 659 معالج قوي جدا على الفئة دي اللي بيستخدم في فئات اعلى بخمسة وستهلاف جنيه فقداء الموبايل هنا سريع تنقل من الابليكيشنز ممتاز فتحة ابيكيشنز تقيلة لعبات بوب جي بتشتغل على الميديم ساتينجز حلوة جدا ولكن دعما انت مش اهنك معك وتحس الوبايل بطئ منك وفي نفس الوقت البطارية الموبايل هي 3000 ميلي امبار وبكل سهولة هتقضيك يوم من الاستخدام الشاك الموبايل وموبايل اقوم معك بكل سهولة يوم ممكن يكمعك اليوم التاني وكتلخيص للأونر ناين لايت حابا اقولكو جملة كده وهي الموبايلات الحلوة بترخص وموبايلات الرخيصة بتحلوة اونر ناين لايت بسعر اللي هو 3086 جنيه بياخد نفس امكانيات موبايل زي البيتوينتي لايت اللي فيه المعالج القوي جدا وبيستخدمه بالاضافة مثلا اللي هو بيحط ديزاين جذاب جدا بطارية مقبولة وحاجات تانية تخليه مميز في فئة سعره ولكن مرة تانية المنافس الشرس والاكوى لأونر ناين لايت هو ولا موبايل غير الشاومي رادمي نوت 5 فشكرا عشان شفت الفيديو اتأكد انك تعمل سبسكرايب عشان مفتاكش المقارنة بين الحلوين اللي عاديين جما بعض اللي بيدروب بعد 24 ساعة عدول ان شاء الله هتنعم مقارنة قريب جدا فاتأكد انك تشترك في قناة وعمل لايك الفيديو وعمل شارع برضو عشان الفيديو اخد وقت مقبول فعمل شارع عشان تساعد الناس اللي عايز اشترهم والده ان هي هتتلاقي الفيديو ده بس فبقى جماعة في نهاية الفيديو نحب نشكر الشخص ده الاسمه مايكل عش عشان ساعدنا كتير بغباوة في الفيديو زون تأكيد بتشوفوا اه تارية وندهاناته في كل يجز فشكرا انا مايكل تأكد انك تشاركوا في قناته 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 هتلاقيها في مكان الماء الشيشة دلواتي موجودة في وصف الفيديو دي عمل فيديوهات سفر يعني انا نفسها في فيديوهات زي واسم في قناة فلوكات وانا عمل زي وانا عبدي بسهولة جدا 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 يا شكرا 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 في الفيديو شوفكم في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة